هذا وأكد الرئيس عبدالفتح السيسي أن المباحثات تطرقت لعرض مجمل جهود مصر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وأشار الرئيس السيسي إلى توجيه دعوة إلى كرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر تم أيضا عرض مجمل جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وإزدار رخصة الاستثمار الذهبية وفي هذا الإطار تم دعوة الجانب الكرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للسفادة مما تتمتع به من التفاقيات للتجارة الحرة والتفضلية مع الدول العربية والإفريقية بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية